آآ بسم الله الرحمن الرحيم آآ تشرف طبعا الجماعية المصرية للطاقة المتجددة بالترحيب بحضراتكو في الندوات المستمرة للطاقة المتجددة من خلال الجماعية وباستضافة آآ علماء جلاء وكنا استضافنا بعض العلماء قبل كده ان شاء الله نكمل المسيرة في الفترة القادمة بإذن الله آآ عايزين بس نعرفكو بالجماعية الجماعية المصرية الطاقة المتجددة هي منظمة غير خدفة للربح لخدمة وتنمية المجتمع في مجال الطاقة عاماتا والطاقة الجديدة بواجه الخصوص والجماعية بتتعاون مع الجاتر الحكومية وغير الحكومية والاهلية عشان ننهض بالمجتمع في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة نظيفة وطبع ايه نهضة علمية ومهنية في مجال الطاقة في اطار رؤية الدولة المصرية ان شاء الله اللي احنا كلنا بناس على تحياة آآ تم انشاء الجامعية رسمية بالقرار وزاري سنة الفين وسبعتاشر آآ تبع وزارة اضامل اجتماعي آآ لينا طبعا رقم تسجيل بريبي ورقم واحد وتبقى للاقاح التنفيذية بتاعة الجامعيات اللي بتعمل في مصر الغير هادفة للربل آآ مجلس ادارة الجامعية مكون من آآ من الحمد لله انا رئيس المجلس الادارة ومع انا الدكتور مهندس هشام باسيوني وامين عام الجامعية البش مهندس سيد ردوان وامين السندوق مهندس احمد ياسين وعضوية المهندس احمد المختار والمهندس هشام الجنزولي. آآ الرؤية اللي احنا بنتطلع عليها في الجامعية ان الجامعية المصرية للطاقة المتجددة تبقى مركز متميز آآ مصري اقليمي لنشر الوعي الثقافي بالطاقة المتجددة والدعم التقني لخدمة المجتمع المحلي والاقليمي ونتمنى ان احنا نحقق هذا الكلام بازن الله في القريب العجل. آآ بالنسبة لاهداف الجامعية بنوفر الدعم المجتمعي والتقني الاجتماعي تعزيز استخدام الاطاقة النظيفة آآ والطاقة المتجددة. وآآ بنحاول نحمل نعمل دعم للتنمية الصناعية. وتوفير التدريب في مجال الطاقة المتجددة من خلال برامج تدريب محلية ومشتركة مع بعض الجهات العالمية. وبنسع لتنمية المجتمع من اجل استخدام الفعال للطاقة. وبنحاول نوفر الحلول للمشاكل البيئية نتيجة عن استخدام الطاقة التقليدية. وآآ بنحاول ان احنا برضو نعمل رعاية للأفكار والابتكارات والأبحاث والمشروعات. وعمل التصنيع والتصميم والتصنيع لتنمتجات الطاقة المتجددة. آآ بنتعاون وتحالف مع جهات ومؤسسات ومنظمات العمل المدني ده هدفنا. والحب سواء كلمة حكومية وغير حكومية عشان نبني آآ مشروعات والمساهمة في بناء مجتمع متناغم مع الطاقة المتجددة من تطبيقات واستخدامات وثقافة وعلم وابتكار دعما لرؤية مصر. آآ من آآ اهم اعمال او مجالات عمل الجامعية آآ ان احنا بنشتغل في مجالات الخدمات الثقافية تنميل اقتصادية حماية البيئة ومحافظ عليها التنظيم والادارة تقديم استشارات الهندسية في مجال الطاقة عمتن والطاقة المتجددة خاصة. من اهم الانجازات آآ بفضل الله كنا نظمنا مؤتمر عالمي في الاقصر آآ في بداية هذا العام. والمؤتمر ده كان فيه حوالي امتين باحث على مستوى العالم. آآ كان طبعا مستوى الابحاث اللي فيه كانت مرتفع جدا. آآ والحمد لله اخترنا من الابحاث اللي تم نشرها عديد من الابحاث فيه مجلات كي وان جورنل فيه آآ يعني مجلات عالمية مشهورة في خمس مجلات عالمية. وكان الحمد لله يعني نسبة النشر من المجمل ما تم تقديمه في المؤتمر كان حواليه اكتر من ستين في المية. آآ بننظم ندوات علمية في مجالات الطاقة المتجددة وتدول المكلفات وتحويل الطاقة عملنا بعض الندوات. في الفترة السابقة كان استضافنا طبعا العالم الجليل دكتور هاني من قراشي ودكتورة كاميليا ودكتور صلاح حجار ودكتور ايمان باز ودكتورة لطفية النادي. وكان من اهم برضو الحاجات اللي احنا عملناها مع المجتمع كنا عملنا آآ توقيع مزكرة تفاهم مع حزب حمد الوطن في مجال الطاقة وقدمة المجتمع. ودخلنا في عضوية المنظمة العالمية تطوير وتعاون الربط البين للطاقة جاتكو. ودهت آآ في تحالف عالمي هدفها الاساسي هو انها تعمل آآ انترلينك ما بين اللي هي ما بين آآ آآ العالم كله بتحاول انها تربطه بآآ يعني وسائل آآ ربط عشان نشر الطاقة في جميع نحاء العالم من الطاقة النظيفة. وتبقى ديت بتشمل آآ كل القارات سواء كانت عرفقيا وآآ واسيا اوروبا وامريكا. آآ من ضمن الانجازات تقديم الدعم الفني للعديد من المشاريع. آآ طبعا دي لسة الندوات اللي احنا عملناها كانت دكتورة رطفية النادي كانت او الواحدة كانت آآ في عشرين واحد وعشرين وبعدين دكتور ريخان النقراشي في اغسطس وبعدين دكتور ايمن الباز كان في ستمبر واحد وعشرين دكتورة كانت في ديسمبر واحد وعشرين ودكتور صلاح حجار كان في يناير اتنين وعشرين دكتور هالين قراشي كان في يونيا اتنين وعشرين والنهاردة ان شاء الله هنعمل الندوة اللي بعد كده اللي هي في آآ في مجال الطاقة المتقددة. وطبعا احنا بنشكركم جميعا على الاهتمام والحضور. وبندعوكم الاشتراك في الجماعة لمن يرغب طبعا دي لو حضراتكم تحبوا تصوروا الجزء دوت اللي هو وسائل التواصل وعن طريق الواتساب في التليفون او عن طريق الايميل اللي موجودة قدام حضراتكم. آآ ونسعد طبعا مشتركوا. احنا الويبسايل بتعيدنا فيها ما يقوم بسبب مية وخمسين عضو. ودي طبعا يعني رقم كويس وفيهم طبعا شركات كتير بتشتغل في مجال الطاقة. الندوة النهاردة هتكون تقنيات طاقة المستقبل البديلة نحو بيا نظيفة. وان شاء الله انا اللي هسعد بان انا اقدمها لكم. واتمنى انها تحوز رضاكم. هدي بس نبزة سريعة عن آآ يعني مين هو موحي منصور. يعني انا خدت الباكريوس والماجستير من جامعة القاهرة والدكتوراه من جامعة سيدني في استراليا. واستاذ طاقة وعلم الديناميك الحرية والاحتراق واستخدامات الليزر من سنة الفين واتنين. آآ اشتغلت عميد معهد الليزر في جامعة القاهرة. عميد هندسة باني سويف ناب رئيس جامعة باني سويف. آآ حاصل على درجة الزميلة من معهد الاختراق والدبات المتحدة الامريكية. رئيس الجامعية المصري بالطاقة المتجددة اللي انا بشرق بها وبقدمها لكم. وآآ رئيس القسم المصري اللي معهد الاختراق آآ اللي هو المعهد الاختراق العالمي عندنا فيه سكشن موجوده مصر. هو رئيس مشارك لمتامر الاختراق لدبار البحر المتوسط. الحمد لله حصولك على آآ جائزتي المهمين. جائزة الدولة التشجيعية من الدولة سنة تابعة وتسعين. وجائزة آآ جامعة القاهرة آآ تقديرية في العلم الهندسية السنة اللي فاتت. هو الحمد لله مدرك في قائمة افضل اتنين في المئة من العمال مؤسرين على مستوى العالم على مدى الاربع سنين اللي فاتوا. يعني برضو اشتغلت في الجامعة الامريكية فترة طويلة جدا. وآآ عملت معامل ابحاث آآ ليزا في جامعة اخن في المانيا من سنة تسعين اتنين وتسعين ومنذ هذا التاريخ لغاية الفين وتسعتاشره انا بزور المعمل ده وباستمرار وبتابع الابحاث اللي هناك وبشرف على الطلبة اللي بيعملوا الدكتورات والمشارية اللي شغالها هناك. والحمد لله انا ليا مع جامعات كتير على مستوى العالم. آآ سواء كانت في امريكا او في استراليا او في اوروبا او حتى في الصين. وآآ كنت بشهر المستشار الفني لمركز التميز بالطاقة اللي هو كان آآ انشأته آآ عن طريق طبعا جامعة العين شمس والمنصورة واسوان. والحمد لله يعني ليا آآ ابحاث كتيرة في المجالات. المجالات متعددة مركز فيها على موضوع الطاقة. آآ دي كانت نبزة عن الجامعية. وكانت نبزة عن آآ ان شاء الله اللي هيقوم بالمحاضرة النهاردة. والمثنين بقى على ال بإذن الله على المحاضرة. اتمنى الناس يكون كلها سمعة ويعني ويشايفها وكده فيعني لو في حد عنده اي مشكلة في الصوت بس يرفع ايديها ويقولي عشان آآ نحاول ان احنا نزبط ان شاء الله في ان لو في اي حاجة. كنا تمام يا دكتور. طيب الحمد لله. الصوت كويسي الحمد لله. طيب الحمد لله. طيب. آآ نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للموضوع النهاردة يعني انا شاف انه مهمة جدا جدا لمصر. وللمنطقة. وللعالم كل. لمصر بالذات عشان احنا بنتكلم على آآ رؤية مصر في المستقبل من ناحية استخدامات الطاقة المتجددة. طيب احنا ما نجي نتكلم على الطاقة المتجددة بنقول ان انا آآ فرود يكون في عندي تقنيات طاقة المستقبل بديلة نحو بيئة نظيفة. يعني بنشوف ايه التكنيكس اللي ممكن نستخدمها ونولد طاقة نظيفة وطاقة من الطاقة المتجددة اللي هي يتحقق آآ طموحنا كمصر ويتحقق طبعا ايه آآ اتجاهات العالم كلها. فانا هنا في المحاضرة دي بحاول ان انا اجمع بقدر الامكان الانواع المختلفة من الطاقات المتجددة. وازاي نقدر ان احنا بنسميها كده باللغة الانجليزية ان انا اعمل حصاد لهذه الطاقة اللي موجودة طبعا زي ما كلنا عارفين طاقة الشمسية وطاقة الرياح وفي عندنا بعد كيه طاقة الامواج وهكذا في حاجات طبعا كتيرة من هزي ايه المدركة. طيب لما بنيني نتكلم على الطاقة لازم نرجع الورا كتير قوي ونقول الانسان من بدء الخليقة الى الان ايه التطورات اللي حصلت في حياته في استخدامات الطاقة. طبعا من قديم الازال كان الانسان بيعتمد على الطاقة البدنية في آآ كل منظومة حياته. وبعدين ابتدى يعتمد على الحرارة النتجة من عملية الاحتراق اللي هي بيحرق بيها اللي هو الحاجات اللي جاية من الغابات والاشجار والتالي هي ده المصدر الحراري اللي كان بيستخدمه في التدفئة وبيستخدمه في تسوية الاكل وبيستخدمه في اهراض كتير. ده كله كان من سنة من قبل طبعا بداية الآآ يعني من فترة كبيرة لغاية بنقول ايه الف تحنمية وخمسين لما ابتدوا انه هما يكتشفوا الفحر وابتدت منظومة حصول على الطاقة من وقود ابتدت بتدي تظهر وطبعا احنا كل ما بنتقدم في التكنولوجيا كل ما بنبقى محتاجين ان انا يبقى عندي ايه آآ وسائل مختلفة من استخدامات الحاجة اللي انا بكتشفها زي الفحر. فكان الفحم ده بنسميه يعني عبر عن وقود صلب بحاول ان احرقه عشان احصل منه على الطاقة الحرائية وبعد كده احصل منه على الطاقة الكهربية واحصل منه على طاقات كتير. بعدها فترة طبعا ابتدوا يكتشفوا البترول وبعدها اكتشفوا الغاز الطبيعي. وكانت طبعا هذه الاكتشافات ابتدت تعمل صورة صناعية كبيرة. وابتدى الانسان يستخدم الطاقة بطريقة مكسفة. وبطريقة فتحته المجال ان هو يخترع بعض المنظومات الكتيرة. اللي هي من ضمنها مثلا من منظومة المحطات الطاقة. منظومة العربيات. منظومة السواريخ. يعني حاجات كتيرة قوي. ونقدر نقول ان اليوم حوالي ثمانين في المية من الطاقة المستخدمة على مستوى العالم للانسان. جاية من حرق الوقود او الفاصل فيه او اللي هو الوقود الاحفوري اللي احنا بنطلعه من بطن برض. طبعا دي نسبة كبيرة جدا جدا. معنا كده ان عملية نفسها عملية مهمة. عملية بتقول ان احنا فعلا في احتياج ان انا عظم الاستفادة منها وعظم استخدامها بحيث انها ما تبقى تبقى مفيدة ما تكونش فيها برد. لكن للأسف طبعا ان حرق الوقود اللي هو الفاصل فيه والدوت. آآ الكثرة منه والاستخدام اللي هو المتسارع على الفترات الماضية. ادى ليه انتاج ملوسات ملوسة الجو. وطبعا هنا الجرافة اللي بعين قدامنا كده بيوضح مجموعة الملوسات اللي هي موجودة سواء كانت ملوسات آآ من ضمنها نقص من ضمنها حاجات كتير. والدول المختلفة اللي هي بتسبب هزيين ملوسات. وطبعا هنلاحظ ان الدول الصناعية الكبرى هي اللي ايه? اللي واخدشير الاكبر في الملوسات واللي هي بتأثر على الارض وبتأثر على المناخ وبتدي طبعا ايه تأثيرات آآ سلبية على الحياة الانسان على الارض طبعا. وزي ما هنتكلم كمان شوية كده ان ربنا سبحانه وتعالى نحل لنا الارض عشان آآ نعيش فيها بسلام ونعيش فيها يعني آآ بدون آآ اي نوع من انواع المناغصات من ضمنها طبعا الملوسات اللي بتأثر على صحيفة البنادة. فالشكل اللي قدامنا ده بيوضح مسلا النسب بتاعة الغاز الطبيبية. هو على فكرة يعني في انقطاع في الصوت والصورة. آآ دكتور موحي حضرتك او ميوت. آآ كده مسموع. كده تمام. كده تمام الحمد لله. آآ مسموع. كده تمام. اه كده تمام. او حرك بس الريكوردين وقف. آآ منها. لا هو شغال دلوع دي. او شغال دلوع دي. او شغال دلوع دي. او شغال دي. طيب اعتقد انا كنت وقفت عند السلايد دي مزبوط? ولا كنت السلايد اللي قبلها? اللي قبلها. نرجع اللي قبلها. تمام. اه هنا انا كنت بلخص التاريخ بتاع استخدامات الطاقة على مستوى العالم. وتأسير الزيادة المضطردة في استخدامات الطاقة زي ما هم شايفين من بداية الستينات وابتدى العالم ليستخدم الوقود اللي هو الاحفوري او الفاصل فيه والعالم بكمية كبيرة مما ادى لزيادة نسب البروسات على مستوى العالم. وطبعا كانت الزيادات دي كلها كانت اساسا جاية الزيادات دي كلها انا اسف فيه طبعا حد كان عايز يسجل انا ممكن هحط اللينك بتاع المحاضرة دي ان شاء الله. فكلكم ممكن تطلعوا عليهم. مفيش مشكلة يعني بازن الله. فنلاحز ان الدول الصناعية الكبرى هي اللي واخدشير الاكبر من الملوسات اللي موجودة في البيئة. وده زي ما اقولنا هنا النسب الطاقة او المصادر بتاعت الطاقة من الغاز الطبيعي والبترول والفحم. فاتلاقي النسب كبيرة جدا بينما النسب اللي هي من الحاجات الطاقة المتجددة ازاي الطاقة الهايدرو والنيوكلر والويند والسولر والبايو فيول والويست. هتلاقيهم كمية صغيرة موجودة في اللي هي في الاطار ده. طبعا هدفنا ان احنا على عشرين خمسين تتعكس الاية او حتى كمان ان انا احصر الكلام ده في اطار صغير جدا لسببين. السبب الاولاني عشان قال الملوسات. السبب التاني ان اساسا الفوصل فيول ده لعمر افتراضي للمغزون اللي موجود عندي في الارض. ومفروض ان انا اوجد بدائل لهذا المغزون. بدائل بنسميها يعني وبدائل بحيث انها تديني فعلا يعني طاقة نظيفة طاقة متجددة. وطاقة بنسميها جرين. اه لما نبصي هنا على الاجراف ده هنلاقي ان العالم فعلا ابتدي اتجه في الفترة اللي فاتت. اه لاستثمارات في الطاقة المتجددة. استثمارات طبعا ابتدي توصل لفوق الربعمية مليار دولار. وده طبعا رقم كبير جدا. واعتقد ان هو هتضاعف في الخمس سنين الجايين لغاية عشرين تلاتين. الاستثمارات هتزيد. لو احنا بنتكلم حتى على مصر مصرب لها هدف انها توصل اه انتاج الطاقة المتجددة اه فيها يوصل لتنين واربعين في المية من اجمال الطاقة اللي بتولدها في محطات الكهرباء. وده طبعا رقم كبير. وان شاء الله نتمنى ان احنا نحققه. كان الهدف ان هو يتحقق في عشرين خمسة وتلاتين. ولكن دلوقتي قالوا ان احنا عايزين نحققه في عشرين تلاتين. فطبعا ده مفروض ان في استثمارات كبيرة تتم في هذا المجال. برضو نفس الكلام بالنسبة لتركيبات الطاقة المتجددة من الفين وسبعتاشر او الطاقة الشمسية بزيت من الفين وسبعتاشر لعشرين تلاتة وعشرين. يعني زي ما نشوف ان هو زيت بتاعة تلات اربع اضعاف. او يقرب حتى كمان من خمس اضعاف. وطبعا ده اه يعني اه زيادات مضطردة. لها اسباب كتيرة من ضمنها ان التكنولوجيا بتاعت استغرام الطاقة الشمسية بتادي تبقى رخيصة نسبية. وبالتالي منافستها في سوق اه انتاج الكامبرابل مسلا ابتدت تبقى منافسة قوية. وابتدى ان احنا هنشوف على قريب العاجل ان سعر الكيلو واط اور من الطاقة الشمسية ممكن يبقى ارخص من الكيلو واط اور اللي بينتج من الفصل فيه او من الوقود الاحثوري. طب احنا الحرائق اللي احنا بنعملها دي كلها بتؤدي لتأثيرات سلبية وده طبعا كله ناقشناه في الكوب توينتي سابن في مصر وهو اللي هو اه يعني ارتفاع درجة حرارة الارض. ارتفاع درجة حرارة الارض ببساطة شديدة زي ما حضراتكم شايفين حاجة اسمها جرين هاوس جازز اللي هي الغازات الاحتباس الحراري اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا في الغلاف الجوي مجموعة من الغازات لها هدف مهم جدا جدا جدا. وعدم موجود الغازات ديت ممكن يؤدي ان درجة حرارة الارض توصل لنقص تمنتاشر درجة وطبعا دي درجة ما نقدرش ان احنا نعيش فيها. ايه هي الغازات اللي موجودة دي من ضمنها اللي هو من ضمنها الاتش تو او ومن ضمنها المتين بنسب والعيلة. فاللي بيحصل ان الشمس بتختلف الغلاف الجوي تبتدي الارض تنتص هذا اللي هي الشوع. وبعد كده الارض نفسها بتبتدي تشيعي تاني الحرارة دي للخارج. تبتدي الغازات دي تنتص هذه الحرارة اللي هي ايه خارجة من الارض اللي هي بتحاول بقى تحافظ على الحرارة دي في الغلاف الجوي وبالتالي تحافظ على درجة الحرارة بتاعت اللي هي بتاعت الارض بالنسبة لنا الدرجة المعقولة اللي هي لو متوسطها مساء على مداري سنة خمستاشر ده الرقم الطبيعي لكن اللي بيحصل ان احنا بنحرق وقود زيادة فبيكون سي او تو زيادة فيه عندنا مخلفات كتير بتكون اه المية طبعا دي كده كده موجودة من البخ فبالتالي الحاجات اللي بتزيد دي بتؤدي لزيادة الاحتباس الحراري وزيادة درجة حرارة الارض ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا على اه ان ممكن جدا تؤدي ان التلج اللي موجود في القطب الشمالي ممكن يسيه وده ممكن يؤدي الارتفاع مستوى البحار وممكن مدن كتير على يعني على زي مصر مساء في اسكندرية والدول اللي زي كده بتبقى ممكن ارتفاع منسوب المية ممكن جدا يكفي بعض المدن اللي موجودة على السواحل والشاطئ ودي طبعا حاجة طبعا يعني كلنا يعني ممكن نتعرض لها والعالم كله يبقى في كارسة كبيرة انا مش هدخل في التفاصيل الفنية كتير بس هو برضو من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا ان احنا بنقول ان الشمس لما بتشعع الحرارة للارض بتشععها في طول موجي معين بيمتصها الارض ولما الارض بتعكس الحرارة بتعكسه في طول موجي تاني هنا ده طول موجي اللي هو والمرئي شوعة المرئي وهنا في الانفراريد اللي هي فوق الحمرة فالشعع دوت لما بيطلع الغازات اللي هي والكاربون دايك سايد او وسنكسين الكاربون الميتين بيبتدوا يمتصوا في الطول الموجي ده لكن ما بيمتصوش في الطول الموجي ده فده طبعا برضو نعمة من ربنا ان الشعع وهو نازل في الطول الموجي ده الغلاف الجاو ما بيمتصوش لكن بيخترق ويدخل في الارض فبيسخن الارض ولكن وهو خارج بقى بيتلف ده في الطول الموجي ده فالحاجات دي بتبتهتها من صصها يعني طبعا دي منظومة ربنا سبحانه وتعالى عاملها عشان يحافظ على الكائنات الحية اللي موجودة عليه على الارض وبتبقى طبعا بتديننا اه الدافع اللي احنا بنقوله. اه طبعا دي شوية تفاصيل كده مش هتخل فيها في ايه هما الجرين هاوس جازز وكده لكن بنوصل او نتيجة مهمة جدا بدون وجود هذه الغازات بالنسب اللي هي ربنا خلق اهلنا هنتحول الارض اللي هي كتلة من التالك هنلاقي ان طبعا درجة الحرارة اللي ايه الارض هتبقى في حدود نقص تمنتاشر درجة بينما في وجود هذه الغازات بتبقى متوسط درجة الحرارة اللي هو خمستاشر درجة معوية وده طبعا الطبيعي اللي بيحافظ على الكائنات الحية وبتحافظ على الانسان وبيحافظ على النبات وهكذا فاحنا محتاجين هذه الغازات لكن مش محتاجين زيادتها بالنسب اللي هي المضطربة طبعا بعض المعلومات الفنية لحضراتكو عشان برضو نشوف ايه اللي بيأثر و ايه المشاكل اللي بتادي تظهر تاني غير الحريق كمان يعني احنا بنقول ان فيه غازات تانية بتسبب لاحتباس الحراري من ضمنها الميثين زي اللي هو موجود في الغاز الطبيعي والحاجة اسمها الميثين تأسية وفي الاحتباس الحراري خمسة وعشرين ضعف تأسير الثاني غزي بالتربون والنايتريكوبسايد تأسيره تلتمية ضعف بس طبعا نيتريكوبسايد ده نسبه صغيرة جدا جدا فما لاش تأسير لكن احكيت بقى الميثين الميثين ده مشكلة كبيرة ولو احنا بصينا هنا المكونات اللي موجودة في يعني تأسيرها على الجو بتبقى بالنسب ده ميتين ستاشرة في المية وده كذا لكن لو خدت الخمسة وعشرين ضعف ضربتها في ستاشرة في المية هنلاقي نتأسيرها اكتر من تأسير الكربون طب نيجي نقول الـ CO2 عمال يزيد نتيجة طبعا التقدم الصناعي ونتيجة استخدام الطاقة تمام فعن دي هنا اللي النسب انبعاثات السانيكسيدي الكربون بتزيد وعشان كده بالنادي دايما ان احنا بنقلل وخصوصا بنحاول نضغط على الدول الصناعية في انها تدفع ضريبة زيادة نسب اللي هي الملاوسات طب نيجي بقى المشكلة الميثين دي مشكلة مش كتير من الناس تطرقوا اليها او مستوعبينها اللي هي مقالب الزبالة او مقالب النفايات مقالب النفايات هي المصدر الكبير والرئيسي في اه توليد غاز الميتين من الحاجات اللي هي بنرميها في الزبالة وتروح تتقلب في المقالب دي تبتدي اتنها ايه تكون غاز الميتين ابتدوا يعملوا الغاز الميتين في مناطق كتير في في العالم ودي من ضمن الاشكال ادي مسلا ايه مقالب زبالة موجود في مسلا اعتقد في بنس ايرز وفي لهور وممباي ودلغي دي الصور المختلفة في الاربع مدن دول ولقوا قدل الغاز الميتين ده اللون الاخمر ده معناها تركيز عالي من غاز الميتين تمام وطبعا هو ماشي مع اتجاه تقريبا الريح في ينتشر في الجو وانتشاره في الجو ده على طول بيقدي لزيادة الغاز اللي هو بيعمل لعملية احتباس حراري عشان كده في دول كتير دلوقتي لما ابتدوا يتنبهوا للنقطة دي ابتدوا يتنبهوا ازاي نحاول نقضي على مقالب الزبالة يعني عايزين نوصل لمرحلة ان احنا ما يكونش عندنا في اي مقالب زبالة نمر واحد تدوير ايه المخلفات ان انا اقدر اعمل ريسايكل والريسايكل باخد نسبة مثلا سي تلاتين في المية اربعين في المية من المخلفات دي وبحولها المنتجات مفيدة طب الباقي ما زال الباقي دوت برميه في المقالب فمحتاج ان انا ايه اتعامل معا ففيه ان احنا ناخد الكلام دوت نعمل له عملية حرق جزئي يعني ايه حرق جزئي بقى احاول لحوله الغاز الغاز ده يستخدم بعد كده في اه اه في اي منظومة ممكن يستخدم في محركات العربيات ممكن يستخدم في محركات الديزل السابت المولدات الكاربة واستخدم في حاجات كتير جدا اللي هي عملية اسمها او ان انا اعمل عمل حاجة اسمها انا اعمل تخمير وهو يطلع الغاز وهتحكم فيه واخزن غاز الميتين ده عندي المهمة في جميع الاحوال بعمل حاجة اسمها مخلفات حولها للطاقة يا اما حولها للطاقة مباشرة بان انا احرقها وطلع بخار مية واستخدمه في محط طاقة مسلا او في استخدامات توليد البخار او ان انا احوله الغاز والغاز ده بعد كده استخدمه في طبقات كتير ده صورة مسلا زي ما انت شايفين قادي الغاز طالع من من المقالب النفايات ديت بكمية كبيرة ده كل ده جزء منه كبير اللي هو غاز الميتين وطبعا ده بيبقى طبعا ملوس للبيئة من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نبص عليها ببساطة لو انا بصيت هنا على استخداماتنا للطاقة والمنحنة بتاعة زيادة الدريترالية اللي منحنين ماشيين مع بعض تماما بمعنى كل ما بستخدم كنية طاقة اكتر تمام كل ما درجة الخرارة عمالة تزيد طبعا لو هنا وصلنا انا مسلا في عشرين عشرين وصلنا لزيادة واحد اتنين من عشرة لو وصلنا لتلاتة دي الكارسة يعني دي الكارسة اللي ممكن تؤدي لان التلج اللي موجود في القطب الشمالي ودول الشمال هتسيح وبتدي يرفع مستوى البحار والانهار وبالتالي ممكن جدا ده يؤدي لكرسة عالمية وده نتيجة بس مجرد الاستخدام المفرد في الطاقة اللي هي الفصل فيه الحاجة التانية طبعا دي نتيجة كزا حاجة الثورات الصناعية ونتيجة زيادة عدد السكان مش بس كده ان الفرد مننا احتياجاته من الطاقة بقى تزيد يعني لو نبص على الكرو ده من سنة سبعين لسنة عشرين اتنين وعشرين الاحتياجات الانسان من الطاقة تضعفت تقريبا معنى كده ان البنة ده بيحتاج طاقة اكتر نتيجة انه بيستخدم تكنولوجيا احدث بيستخدم موبايل بيستخدم لابتوب بيستخدم معدات حديثة بيستخدم كذا كذا كل دي محتاجة طاقة اكتر من اللي كان بيحتاجها سنة سبعين يبقى معنى كده في عندنا زيادة يعني البشر مع زيادة استهلاك الفرد مننا للطاقة فده بيقدي طبعا لان انا ايه عمالة الادفاع درجة الحرارة بالنسبة لكمية ايه الطاقة اللي هو ده اللي هو مع مر السنين برضو ده اللي بيزيد طب امتى بقى الكلام ده اقضي عليه لما ابتدي احول الطاقة دي لطاقة المتجددة هلاقي ان الكيرف ده من استجد الطاقة ما ليزيد لكن الزيادة بتاعته من الفاصل فيه اللي بتقل لكن الزيادة من او الطاقة المتجددة هي اللي بتزيد وده بالتالي هيقدي للحفاظ على درجة الحرارة سابتة او حتى يبتدي ان هو ايه يرجحها تاني للوضع الطبيعي اللي كانت عليه زماني طيب في اه مفهوم دلوقتي او اتجاه عالمي حاجة اسمها ان الناس بتحاول توصل لان انا اوصل لصفر ملوسات في المنظومات بتاعتي وده طبعا بنتكلم على منظومة كبيرة اوي من ضمنها ان انا عايز اقول ايه هي بقى الطاقة اللي اقدر استخدمها عشان تحققها ليه نيت زيرو الكلام ده اوات بنقول ان انا لو قسمت مصادر الطاقة من ناحية الحاجة اللي هي نظيفة بنقول فيه طاقة نظيفة clean energy او renewable energy الاتنين دول مش حاجة واحدة الاتنين دول حاجتين ممكن يتقطعوا في بعض الحاجات اللي هي تجمع renewable وتجمع clean وبرضو في مفهوم تاني اسمه green الجرين ده برضو بيجمع جزء منه renewable وجزء منه clean لو انا ابتدت اتركز واقول انا عايز ايه انا عايز التقطع اللي في المص ده اللي هو clean renewable green energy عشان احقق النيت زيرو ايه emissions بدون كده مش حقق النيت زيرو emissions بمعنى كده ان انا هيبقى برضو لسه في عندي نسبة من الملوسات اللي ممكن اه تبقى موجودة في الطبيعة طب ان clean renewable green دي جاية من الطاقة الشمسية وطاقة الفياح والجيوثيرمل والتايدل والgreen renewable fuel زي ما نتكلم عليهم كمان شوية طيب استغراج الطاقة ديت او حصاد الطاقة باللغة العربية harvesting energy دي بتتطلب تكنولوجيات جديدة وتكنولوجيات تقدر انها تحاول الطاقة دي بدون ما تسبب هي نفسها بعض الايه بعض الملوسات من ضمن هذه التكنولوجيات اللي احنا ممكن نشوفها في المستقبل واللي بتظهر طبعا في العشرات السنين اللي فاتت اللي هو مثلا ايه استخدام electrolyzer عشان احاول المية الhydrogen واكسجن البي في موديول اللي هي بتحاول الطاقة الشمسية لكهرباء الوين تيرباين الكونسنتريتد سولر باور ان انا اركز الطاقة بتاعت الشمس الحرارية اه في حاجات معينة واشغالها اه في محطات الطاقة اه العربية الكهرباء التركات الكبيرة ممكن تستخدم حاجة اسمها فيول سيل او استخدم او اعظم استفادة من الهيت بامب زي ما نشوف الهيت بامب دي تكنولوجيا انها بتدي حرارة بآآ سايكل عكسية بس الكفاءة بتاعتها اعلى بكتير من استخدام الحرارة من الكهرباء المباشرة او اللي هو الوست وانرجي ان انا احاول الوست او المخلفات اللي موجودة عندي لطاقة او وقود قدر استخدمه في الطاقة فيما بعد. آآ في طبعا تكنولوجي ان انا عايز حاجة كبيرة وبتعتمد على الايه التكنولوجيا في الموقع. وانا عايز اقول حاجة مهمة جدا بالنسبة لمصر بزي. ودول زينا كتير طبعا. الاهم هو خل التكنولوجيا تتناسب مع الظروف البيئية المحلية. يعني اعظم استخدام التكنولوجيا في من البلد من كل بلد ممكن استخدامها بالخامات اللي موجودة في هذه البلد. يعني طبعا ممكن استخدام التكنولوجيا بس امتلاك النوهاو افضل بكتير جدا من انا استخدام التكنولوجيا لان في بعض التكنولوجيات بالنسبة دينا مثلا كمصر استحالة ان انا اقدر انافس عليها. والنافس دول قطعت شوت كبير. طب البديل ان انا احاول ادخل فيه تكنولوجيا جديدة. يعني انا طبعا سعيد لما شفنا في الخطة بتاعة مصر هو موضوع يعني الهايدروجين الاخضر طبعا ده حاجة كويسة جدا ودي تكنولوجيا فيها شغل كتير. واحنا ممكن نحاول ان احنا نشتغل عليها كعلماء في مصر ونحاول ان احنا نطور في هذه التكنولوجي ونقدر نوصل فيها لان احنا فعلا تبقى مركز عالمي لانتاج الايه الجرين هايدروجين او الجرين امونين. فمن الحاجات دي تكنولوجيات ظهرت في العالم جديدة من ضمنها مسلا داريكت اير كابتشور اللي هو بيحاول ان هو يستخلص السي او تو من الهوى الطبيعي. يعني يقلل النسب السي او تو اللي الموجودة في الجو. طبعا دي تكنولوجيا حديثة وابتدوا يشتغلوا عليها وابتدوا تدي نتائج بس اقتصاديا لسه طبعا الحاجات دي ما نقدرش نتكلم عليها انها تبقى على المستوى الاقتصاد دي. في برضو من من الغاز الطبيعي ممكن انا اطلع هايدروجين بس بيطلع معا شوية حاجات كربونية. فمحتاج مع التكنولوجي دي ان انا عمل حاجة اسمها كاربون كابتشور. لان انا اقدر افصل الكربون المجد الكربونية ديت من المنتجات. برضو البيو انرجي مع الكاربون كابتشور. وبعد كده فيه مثلا دي برضو تكنولوجيات ممكن احنا نتكلم عليها. طيب لو احنا ابتدنا نتكلم على تكنولوجيا وليسا نتكلم من دقتين ان احنا بنحاول نعظم الاستفادة بما هو متاح في الدولة بما هو متاح من خمات بما هو متاح من عقول بشرية قدر تشتغل في الكلام دي. طب. بقى على اه تطبيقات التكنولوجيا دي. طبعا اهم هو يعني الخمات اللي انا هستخدمها. هل هي متاحة وهل هي تساعدني اه كعالم على مستوى العالم. تمام? والتكنولوجي اللي انا هعملها. هل برضو فيه تكنولوجيات اقتصادية او تكنولوجيات اقدر ان انا اعملها? فهنا هنشوف ان فيه طبعا الوكالة الطاقة العالمية. حط السيناريو اللي هو بتسميها على عشرين خمسون. ومن عشرين واحد وعشرين لغاية عشرين خمسين ده اللي المفروض ان ايه انه يتعامل. يعني عاوزين نعمل مسلا ايه? اه ما نعملش حاجات تحرق تاني. يبقى نبتدي نقفل تكنولوجيا الفاصل تمام? على عشرين خمسة وعشرين ونبتدي نخلق تكنولوجيا جديدة. ونبتدي نقول برضو ان العربيات اللي هي من اكبر المستهلكات للطاقة في المدن وفي الدول. فطبعا بتستلك مية جري جدا من الطاقة. فعايزين ان يحولوا يحولوا ان يغيروا من العربيات اللي هي البنزين وكده لعربيات كهرباء باستخدامات اه حاجات تانية او يستخدموا اللي هو اه الهايدرجين بدل ايه? بدل الفاصل على عشرين تلاتين. وبرضو هنا اه ما يبيعوش او يوقفوا بيع اللي هو المواتير او العربات الشغالة بالديزل والبنزين والكلام ده على عشرين خمسة وتلاتين. اه برضو ده بيعتمد على ان انا بولد مسلا هايدرجين او بولد حاجة زي كده. وبرضو هنا برضو خمسين في المية من المباني في عشرين اربعين اه دي مفروض تبقى نيت زيرو او زيرو كاربون بادي ليفل. يعني المباني حتى كمان فيه تعريف اكنا بنشتغل عليه اللي هو نيت زيرو اه بلدينج انه هو بيعتمد على الطاقات المتجددة ما يستخدمش اي نوع من انواع الطاقة من الفاصل فيول. اه على عشرين خمسة واربعين ما يبقاش فيه انتاق خالص للمحركات. ويبقى بنستخدم كل الكلام ده جميل وكل الكلام ده حلو. ومفروض ان احنا نوصل نيت زيرو على عشرين خمسين. طيب. القصة دي لو بتكلم على بند واحد زي بند مسلا ان انا عايز اعمل اه جرين فيول او جرين بيعتمد على اه تكنولوجيا اه اللي هي اه والكاتلوست عشان تعمل الكلام ده. فالماتيريال اللي احنا بستخدمها او الخامات اللي احنا بستخدمها مثلا بلاتنا موريديام عشان تفضل يعني تستحمل وما صلاش فيها ولا ولا. وجدوا ان المتاح في العالم من هذا الماتيريال تمام. طبعا دي تفاصيل هناوات موجودة في الجدول اه في عشرين تلاتين احنا محتاجين اهد ايه وعشرين خمسين احنا محتاجين اهد ايه فالتوتل الاجمال اللي احنا محتاجين ومثلا اه يعني العالم يحتاج حوالي سبعين مليون تيرا من اه طن قصلي من الماتيريال ديت واحنا المتاح عندنا كزا على كل سنة وجدوا ان احنا على عشرين خمسة واربعين مش هيبه عندنا اي خمات من البلاتنا موريدي. طب ماذا نفعل بعد عشرين خمسة واربعين? يعني بالتالي ما اقدرش اعتمد على تكنولوجيا واحدة وابتدي ان انا اعملها اه اعممها او يعني المنظومة اللي هما السيناريو اللي هما خطينه بتاع كان جزء منه بيعتمد على حاجة زي كده فدي طبعا مش هتبقى موضوع يبقى مفروض ان انا يكون عندي بدايل اخرى عشان البدايل الاخرى ديت ايه تحقق لي التكامل في المنظومة. طيب هنا دي بتلخص كزا حاجة وبتقول لي ايه التكنولوجيات اللي انا ممكن اا يعني اعملها او استخدمها للحصول على جريم رينيوبل ان الكترو فيولس يعني محصل على وقود جريم وقود رينيوبل تمام? وبشوف المصادر اللي موجودة عنها. طبعا الكلام ده اول حاجة يعتمد على الماتيريال افيلابيليتي والتكنولوجي. هل في عندي ماتيريال ولا عندي تكنولوجي? هنيجي نبص نقول اول حاجة مثلا الاكترولايزر. وقلنا انها فيها في الخمات. فديك ممكن تاخد قطاع عشان بدل ما تخلص عشرين خمسة اربعين. تمتد معي لاتين تلتميت ربعمية سنة قدام. لو انا استخدمت ده في مسلا بدل ما استخدمه مية في المية استخدمه اه مسلا في عشرين في المية من الاستهلاكات. بعد كده في عندي برضو ممكن اكون من ايه من الغاز الطبيعي مع المتين. يعني استخدم المتاح عندي في الارض مسلا من الغاز الطبيعي في انتاج ايه الهايدرجين. مع ان انا بعمل حاجة اسمها كاربون كابتشور. ان انا بقدر ان انا اه خزن المواد الكاربونية وتتكون في العملية دي. وبالطريقة دي اقدر اكون عندي جرين الكترو فيولز زي الهايدرجين زي الامونيا ده البيو جاس. طيب في ايه تاني اللي هو تكنولوجيا جديدة ممكن تدخل معانا برضو. في ان انا امتص ايه من الجو الطبيعي. مش محتاج ان انا امتص بس من المصادر بتاعته. لا اللي موجود في الجو ممكن انا ايه اه امتص برضو مع الكاربون كابتشور دي برضو تكنولوجيا ممكن تدخل معي في الحفاظ على هذا الكلام. لو ابتديت ان انا عظم شوية من استخدامات الهيت بام فبالتالي اقدر استخدم الطاقة اللي انا موجودة عندي بكفاءة اعلى تلات اربع مرات من كفاءة بتاعت المنظومات العادية وبالتالي هوفر من المخزون اللي موجود عندي وهقلل من الاستهلاكات بتاعته فبقلل من انبعثات الايه الملوسات اللي موجودة عندي. برضو اه تعظيم استخدامات اللي هي الالكتريك فيكل بس هنا لازم احط يعني اه ملحوظة مهمة جدا جدا. لو العربات الكهرباء هتستخدم الطاقة الكهربية من محطات الطاقة العادية يبقى معنا كده ان انا هزود في نسب الملوسات اللي مطلع في الجو. وليه? لان العربات الكهرباء بتاخد من مصدر كهربي. المصدر الكهربي ده بيحول برضو الوقود لطاقة كهربية وبكفاءة معينة. وفي الغالب المنظومة من اول ما بتطلع من محطة الكهرباء لغاية لما توصل العربية بتكون اقل من ان انا احرق الوقود جوه العربية نفسها. فبالتالي ده هيؤدي. لكن لو انا استخدمت الطاقة الكهربية من مصادر آآ زي الشمس زي طاقت الرياح. وده الحمد لله في مصر عندنا متوفر بكثرة. فده معنى كده ان المنظومة بتاعتها تتحقق ليه الغرض اللي انا بتكلم عليه. تخزين الطاقة ودي طبعا حاجة مهمة جدا. وتخزين الطاقة ديت ليها كزا حاجة آآ محتاجين احنا يعني آآ ندخل فيها بتوسع في مصر. لان انا عندي ربنا سبحانه وتعالى مديني طاقة شمسية وطاقة رياح يعني بوفرة شديدة جدا. لكن مشكلة اللي هو الويند والسولر انه هما ما هماش ستيبل ما هماش بيدوني على مدر اربع وعشرين ساعة سبعة ايام في الاسبوع طاقة سبتة. لا ده بيديني طاقة متغيرة. فمعنى كلمة طاقة متغيرة دي ما مقدرش اعتمد عليها في الشبكة بتاعت الطاقة اللي هي بتغزي البلد. لان انا محتاج طاقة سبتة قدر اعمل عليها كنترول. لكن لو الطاقة دي متغيرة طبعا تبقى مشكلة كبيرة. فحل الكلام ده ان انا احاول اعمل تخزين للطاقة في مرحلة وسطية. يعني احاول الطاقة الشمسية. ابتدت ان انا اخزينها وبعدين ان انا ايه? استخدمها. او ان انا اعمل منظومة معينة ان انا اعمل عملية التوازن بين المخرجات من الطاقة. الطاقة الرياح والطاقة الشمسية وهكذا بحيث ان انا اقدر ان ايه? يبقى بطريقة ما اا استخدمها. طبعا تخزين الطاقة الشمسية مسلا عسي بالمسال او طاقة الرياح ممكن جدا. اولي الكهرباء. الكهرباء دي تعمل لي هايدرجين. الهايدرجين هو اللي بخزينه يبقى كده كاني خزنت الطاقة الشمسية في صورة ايه? طاقة وقود. او في صورة اا يعني وقود. يبقى بالتالي دي طريقة حلوة جدا في ان انا اخزن ايه? الرينيوب والانرجدية في صورة هايدرجين. وده اللي بيسميه جرين هايدرجين. هنا برضو المخلفات. واحنا عندنا في مصر ما شاء الله كمية المخلفات كتير. وآآ موجود طبعا مقالب النفايات موجودة كتير او كده. فالمخلفات دي نفسها هي مصدر كبير جدا للطاقة وممكن بكزا تكنولوجيا وممكن آآ يعني ايه? اوظف التكنولوجيا في مصر. ان انا اعمل تكنولوجيا لينا من كزا حاجة. واقدر استخدم المخلفات دي. ان انا حولها الوقود. تمام? والوقود ده ممكن ان هو استخدمه في المحركات. استخدمه في البوتجازات. استخدمه في حاجة كتير. يعني انا شفت منظومة زي كده في آآ في الصين. آآ الحقيقة ان هم كانوا عاملين في القرية. القرية دي كانوا بيجمعوا منها المخلفات الزراعية. وكانوا بيحولوا هذي المخلفات لغاز. بمنظومة حاجة اسمها جاسفكيشن. اللي هو ان انا بحول ده لغاز. وعملين شبكة في القرية دي. بيغزوا البيوت بتاعت القرية بالغاز. وعملين الديزل جينيريتور. الديزل ده الاخر هو كمان بيغزي القرية بالكهرباء. آآ على فكرة هنا في مصر آآ في شركة كبيرة كانت عاملة اللي هو مزرعة الدواجن. مزرعة الدواجن دي طبعا بتحتاج طاقة الكهربية عشان حاجات كتير في المزرعة. فهما عندهم المخلفات بتاعت الدواجن. الدواجن طبعا بتبقى مخطوطة على يعني نشارة خشب. وطبعا البراز بتاع الدواجن وكده. فكانوا بيجمعوا الكلام ده كله. وبيحطوه الجاسفاير. والجاسفاير ده بيدي نغاز وبيشغاله ديزل. الديزل دي بتدي كهرباء تغطي المحطة بالكامل. لكن كان فيها بعض المشاكل الفنية اللي برضو احنا كعلماء في مصر محتاجين احنا بندخل فيها. ويبقى عندنا التكنولوجيا بتاعتنا ان احنا نقدر نعمم هذا الكلام. تخيلوا ان احنا عندنا في مصر مية وعشرين مليون طن من المخلفات. فيهم او في تاني المخلفات الزراعية برضو ما يقرب من حوالي ستين مليون طن او حاجات زي كده. لو نقول خمسين في المية منهم ما بيحصلوش ريسايكل. يبقى معنى كده ان انا عندي طاقة موجودة في المخلفات دي. لو ضربنا كل طن في الفين متر مكعب. ده تقريبا يعني النسبة وتناسب. يعني كل طن بديني حوالي الفين متر مكعب من الغاز. تخيلوا بقى عندنا كم متر مكعب او كم مليار متر مكعب من الغاز. ممكن يتعامل على مستوى قرى مصر اللي هي في اللمائكة البعيدة. ونظر ان احنا نستفيد منها. طبعا في برضو تكنولوجيا في شركة عاملة تكنولوجيا انها بتطلع او بتعمل عملية ايه اه او تحسين الجودة بتاعت غاز الميتين اللي طالع من اللي هو المقالب الزبالة ديت. وقدروا ان هم برضو ينظفوه لانه في بعض الشواب عشان اخدوا احرقوا مباشرة بيبقى في مشكلة. فهم عاملين تكنولوجيا للحاجة اسمها ميتاجين. اه ده برضو عشان يكون هزا الكلام. لو احنا خدنا السيو تو اللي انا بقدر افصله من التكنولوجيا اه او من اه تكنولوجيا الاكترو فيول او من تكنولوجيا البايو انرجي. وابتدى يعمل لي خلق لي انواع فيولز تانية مع الكلام ده. ده برضو تكنولوجيا موجودة. وبرضو في عندي ان انا ممكن اعمل حاجة اسمها فيول سيل. اه كتير زي البطاريات بس تستخدم الوقود بطارية معينة. ونستخدمها في ايه في التراكس. وكل الكلام دوت ممكن في النهاية يقدر يخلق لي حاجة اسمها جريم فيول فيورفايد بايو جاز. دي شوية تكنولوجيات كده انا يعني حبيت اجمع السلايد دي فيها يعني الحاجات المعظم الحاجات المستخدمة. فيه طبعا حاجات كتير اوي تكنولوجيا كتير موجودة جوه كل واحدة من دول. يعني مسلا في تكنولوجيات لو حضراتكم بس دخلتوا عانيتها تلاقي وماشاء الله في ناس عاملة شغل كتير وفي ناس عاملين يعني اه مدسك لحولوه يشتغل بالمية. طبعا المية مش معناه ان هو بحطوا مية. لا ده هو بيستخدم بطارية بالكهرباء بتعمل على بيعمل بعدين يطلع يدخل على على المطور ويشغالها وفعلا في فيديوهات لو مسلا واحد ماشي موتسكل بالمية واحد تاني اه يعني برضو انجين صغيرة برضو بالمية وهكزا. فدي برضو دي طفرة تكنولوجية في المستقبل. وبرضو بتعتمد على الخامات بتاعة ممكن جدا احنا نوصل لمجموعة من الخامات لو لو شفنا زي ما قلت لكم كده في النهاية هتلاقي في ناس مستخدمة خامات رخيصة جدا جدا وفي طبعا في خامات غالية اللي هي ليه اللاعب فنم والحاجات ديت. لكن ممكن. يعني زي ما احنا طبعا بنتكلم في مصر ان احنا اه يعني في الخطة بتاعتنا ان احنا عايزين ده او مصر تبقى من المنتجين للهايدرجين. فممكن الهايدرجين ينتج من مصادر مختلفة. من الغاز الطبيعي من البيوماس من السولر اه ثيرمل والسولر بيع بيع. على فكرة اه يعني في مفهوم شوية كده في عملية السولر انرجي. يعني احب الجايز اعتقد ان نظم حضراتك والده كاترة الخضرين معايا فاهمين هذا الكلام. ان السولر انرجي لها نوعين. ثيرمل حراري. وفي نوع تاني اللي هو لايت اللي هو الضوء. البي في الفوتو فلتيك بتعتمد على الضوء. وبتكره الحرارة. بمعنى ان البي في ديت لو اه البي في سل او البي في موديول اللي محطوط في مكان في درجة حرارة عالية. كفاءة تحويل الضوء بتاع الشمس لكهرباء بتقلب. تمام? فاختيارنا للمواقع لازم ابص على الخريطة اللي هي فيها اكتر لاستخدامات البي في. مش اكتر لثيرمل سولر انرج. السيرمل سولر ممكن استخدمه لي مسلا في حاجة اسمها كونسنتريتت سولر باور. لانا اركز الطاقة الحرارية دي. واعمل منها محطة حرارية. محطة لتحويل المياه. واستخدم ده زي ما باستخدمه في المحطات اللي موجودة في في الوضع الحالي. اه برضو هنا الويند والهايدرو والنيوكلر والنيوكلر هيت. دي بتكون لي اللي ممكن لي مساميات مختلفة. اه والهايدرجين ممكن يستخدم بقى في اللي هو الموثير والسلك. وممكن يستخدم في البيوت وممكن يستخدم في اه او في مجموعة العمليات الصناعية اللي هي ممكن ايه استخدمه. يعني تطبيق الهايدرجين ليه مجال واسع في التطبيق عشان كده اختيارنا الهايدرجين والامونيا. على فكرة الامونيا طبعا عشان هي فتعتبر هي كارير للهايدرجين. او بتحمل الهايدرجين. ولو انا بتكلم على الامونيا والهايدرجين. الامونيا مزيتها منها دايما سائل. او اقدر ان انا عاملها اسالة بسهولة. وبالتالي اقدر اعمل لها آآ نقل اسهل من الهايدرجين. الهايدرجين محتاجة ان انا يعني اضغطه ضغط عالي. عشان انا ايه بعندي كمية مناسبة من الكيلو جرامز من الهايدرجين. عشان ان انا ايه قادر ان اقلها غير الامونيا. الامونيا طبعا اسهر في الموضوع. فيه التكنولوجيا اللي هي الناتشول جاز مع يعني بكون الهايدرجين من الناتشول جاز. عن طريق مسلا حاجة مع ستيم بروسس بتطلع للهايدرجين وبتطلع سنيكسيد الكربون. ممكن استخدم سنيكسيد الكربون في عمليات صنعية. والهايدرجين ممكن يدخل على محطات الطاقة. او ممكن اخزنه لطبعات معينة. طبعا محطات الطاقة ممكن بعد كده بتشغل زي ما قلنا او الحاجات الكهرباء. اه طبعا يعني زي ما قلنا هو بيكون من حاجات كتير. هو هنا فيه مجموعة بس انا مش عايز احبت وفيها لانها فيها اه كتير فما اعتقدش انها هتبقى مهمة لكن مصادره مختلفة. وعلى حسب المصدر بتاعه بس سنيه اسم. يعني مسلا هنا جرين هايدرجين ده بيكون بيتكون من مصادر رينيوبل وما بتكونش اللي هو الايه السيو تو او الملوسات. في حاجة تانية اسمها بلو هايدرجين تمام? البلو هايدرجين ده بيتكون من الغاز الطبيعي. مع الستيم بيطلع لي الهايدرجين بس بيكون معه اه كربون مواد كربونية لازم ان انا افصل. في بعد كده حاجة اسمها برضو ان انا بنتج الهايدرجين ده برضو من الميثين مع الستيم بس بطريقة مختلفة عاملها بلها وبرضو ده بيكون في عنده برضو شوية جرين هاوس جاز بتوندك لازم ان انا ايه ابتدي ان انا اعملها وطبعا في حاجة اسمها بلاك وفي حاجة اسمها براون هايدرجين مش عايز ان انا ادوشكو بيهم بس المهم ان ان الهايدرجين من الحاجات اللي هي اه مستقبلها كويس جدا في الاستخدامات لانه هو وقود اه طبعا فيه كمية انرجي عالية وممكن نقدر استخدمه في اه معدات كتير قوي اه في مجال الطاقة. طبعا دي بقى اللي هما الانواع المختلفة انا كلمت عنهم ومن ضمنهم اللي هو ايه جرين هايدرجين. اه ده بيقول لي ان هو زيرو او منيمال سيو تو اميشنز. فده عشان كده احنا ايه بنركز على الجيد من هايدرجين لكن الباقي طبعا بيكون في بعض الايه الملوسات لما باجي اكون الهايدرجين ده من المصادر معينة بيكون معا شوية ايه حاجات بتلوس البيت. فيه بعد كده عندي اه برضو دي شركة كانت اه اخترعت التكنيك ان انا اقدر اه يعني اطلع المتين نقي من المصادر من مقالب الزبالة او من اللاندفيلز واللي هي شركة اسمها اسيس ادبانس اه برضو دي لها برضو بعض المزايا فده تكنولوجيا موجودة برضو ممكن انها مع المستقبل تكترينا تتعمموا وهم فعلا بيبيعوا اه وحدات كاملة اه تستخدم المخلفات عشان تنتج المتين دي مسلا شكل الوحدة اللي هما بيستعملوها وهنا مسلا المخلفات ويبتدي ان هما يطلعوا غادل المتين ويبتدي انه هو يعملوا ويبتديوا يحصلوا منه على آآ المتين النقي. الهيت بام باختصار شديد هي منظومة تمام? بتحول الطاقة الكهربية برضو الطاقة حرارية. لكن بنقول ان الموديلز بتاعتها من ثلاثة لخمس مرات افشنت او لها كفاءة اعلى خمس لثلاثة لخمس مرات من البويلرز العادية. يعني انا لو ببتدي تسخم بطريقة حرق الوقود وستيم القصة دي وكزا هتديني مثلا اكس. لو انا استخدمت الهيت بام هتديني تلات اكس. فده معناه ان انا عندي الكفاءة بتاع بتكون احسن كتير. فاستهلاكي للوقود هيكون اقل وبالتالي نسب امبعثات الملوسات اللي طلعا من المنظومة هتقل عشان كده ابتدت شركات كتير تتكلم آآ ان احنا نعمم آآ يعني شوية موضوع استخدامات الهيت بام في خصوصا انا لو بنكلم على اوروبا مسلا او بنكلم على الدول البرد اللي هي بتبقى محتاجة طاقة حرارية في فترة الشتاء وكلها بتعتمد على هيتر ومايا سقنة او ستيم او كزا عشان القصة دي. لكن لو بيستخدموا هيت بام ممكن الكفاءة بتاعتهم تبقى افضل بالتيل. طيب مصر بقى ننجي بقى يعني يعني نلخص كلامنا في حتة كده آآ احنا مصر عايزين ايه? وبالنسبة لنا احنا محتاجينين نبتكر منظومات جديدة. نبتكر طرق جديدة عشان نقدر نعمل يعني حصاد الطاقة اللي ربنا مدهلنا. يعني احنا ربنا مدهلنا آآ طاقة شمسية. ما شاء الله لو انتو فركتوكو على شوية سلايز لو حد سألني هوريه له سلايز دي في الاخر. الشمس مش بس سطوع قوي لا ده فترة السطوع طويلة فبالتالي الكيلو وات اور اللي بحصلها في مصر ترتبر من اعلى كيلو وات اور تقريبا في العالم. فدي ميزة كبيرة جدا جدا لازم نستفيد منها. لازم نستفيد منها في مجالات كتير. انا بحواتة بقول للطلبة بتوعي. لو احنا استخدمنا الطاقة الشمسية فقط في تسخين المية اللي احنا بتستهلكها في البيت. ليه الحمام وويه بدل السخنات. تخيلوا كل واحد فينا بيدفع فطورة كهرباء للسخان تقريبا تلت الفطورة او اكتر من تلتها ممكن نصها بس لكهربة للسخنات. فلو عملنا حاجة زي كده ممكن جدا ان احنا نوفر حمل كبير على الشبكة. لو احنا بنتكلم على الشبكة تستهلاك الطاقة ده الواحده ممكن يوفر كتير جدا من الشبكة. فبنتكلم على الابتكار لمستهب الأفضل في مجال الطاقة. لو انا بصيت على المنظومة او المبادئ اللي حطاها وكالة الطاقة الدولية انا عجبتني قوي اللي هو المبادئ اللي هم مخطوطين دول هم خمس مبادئ. المبدأ الاول عايز احدد اولوياتي ايه? يعني ايه الاولويات بتاعتنا في مصر? عشان تبتدى حط انا عايز واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى عايزة راجع عملية اختيار الاولويات التكنولوجيات للدعم. يتأكد من انها بتحقق لي او اقدر ان انا استخدمها او ان انا ابتدي اركز فيها في البحث العلمي او في ايه? في التطوير التكنولوجي اللي انا عايزه. الحاجة التانية حددت الاولويات ابتدي بقى اكلف. يا جماعة احنا محتاجين الحاجات دي عشان تخدم السوق. السوق بتاعنا محتاج كزا 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 كزا. يبقى انا عايز يرفع مستوى البحث العلمي والتطوير في البلد. انه هو يبقى ماركت دريفن. يعني السوق بيقول انا عايز كزا فانا بعمل حاجة للسوق المصري. مش اقول ان السوق العالمي لأ احنا بتكلم على السوق المصري اولا بعد كده ممكن لو احنا تبقى دولة مصدرة للعالم زي الجرين هايدروجين. لكن في الاول اقمن مصادر الطاقة بتاعتي اللي هي تخدم السوق المحلي في الصناعة وفي الاستخدام البيوت وفي استخدام الزراعة وفي الحاجات دي كلها دي مهمة جدا. فمحتاج التكنولوجيات تتطور عشان تخدم السوق بتاعنا. الكلام ده بيبقى عندنا دايما مشكلة في او البنية التحديدية اللي انا اقدر ايه اعتمد عليها عشان لما اجي اقول انا عايز اطبق التكنولوجيا دي مثلا في قرية في بلد مائية في كذا في كذا في كذا. لازم يكون عندي بنية تحتية ايه كمثلة? هل انا مسلا لو بديت اعمم منظومة تحويل المقلفات لطاقة وادخل الكلام ده على الشبكة? هل الاماكن اللي استخدم فيها دي تبقى قريبا من الشبكة? طب هل ممكن اعمل الشبكات مسلا على منطقة معينة واعمل فيها ازا الكلام? ده كله يعتمد انا عامل بنية تحتية شكلها ايه? برضو الربط بين تكنولوجيا واخرى او الربط بين مجتمع واخرى. يعني في حتة زي دي كمان اه احنا عندنا في مصر برضو من المشاكل القوية جدا اللي هو الجاب او الفجوة الكبيرة ما بين مؤسسات البحث العلمي ومؤسسات الصناعة. الصناعة شغلة شغلة فوادي والبحث العلمي يعني بيحاول بقدر الامكان جاهدا لكن الربط بينه بيعتمد على الاسف اه يعني اه مجهودات فردية بيعتمد على شوية ايه مبادرات. لا احنا عايزين يكون عندنا منظومة. انا هدي لكم مثل الصين ازاي بدأت النهبة الصناعية بتاعتها? الصين ما كانش تنفع تاما النهبة الصناعية بدون الاعتماد على البحث العلمي في مراكز الابحاث وفي الجامعات. استحابوا. الدليل على ذلك. لما انا زورت الصين مثلا من حوالي اكتر من عشر سنين او خمسرار سنة. وشفت المعامل اللي هم شغلين فيها والجامعة. ولقيت ان هم شغلين على مشاريع. اول سؤال سألت وقلت لهم منين بيجيبوا دعم لهذا المشروع. قالوا لي من الصناعة. قلت لهم ازاي انتوا تقدروا تطنعوا الصناعة انها تيجي تتطمن لك او تقول لك خد المنتج بتاعي ده طوره لي او اعمل لي كذا وكذا وكذا. قال لي ان احنا عندنا في الدولة فيه منظومة ان كل جهة صناعية مفروض عليها انها تعتمد في تطوير منتجها على الارتباطها بمراكز ابحاث او جامعات او لو ما حصلش هذا الكلام. فبيكون عندها اسلوب عقاب معين اننا ما بدي الكيش المزايا اللي بديها للمؤسسات الاخرى الصناعية اللي هي ممكن ايه تشترك مع مراكز الابحاث. يعني اعفاءات ضريبية ماتيريال الرخيصة حاجات دي كلها. فبالتالي كل مؤسسة الصناعية لازم ترتبط مع مركز بحثي. مش بس كده لا ده فيه متابعة يعني هل هذا الارتباط هل هذا الارتباط حققلك فعلا تطور في المنتج بتاعك? هل هذا الارتباط حققلك نسب مبيعات اكتر? نسب تصدير اكتر? نسب ان انت تبقى اه بتغزو السوق العالمي اكتر? هو ده المواش? برضو اللي عمل على الصعيد العالمي من اجل تحقيق نجاح الاقليم. يعني انا لو حسن العالم محتاج حاجة معينة وانا ممكن ان انا اقدر اوفرها او ان انا اقدر اتعاون معا فيها وحاجات كده. فلازم يكون فيه تعاون لتبادل افضل الممارسات والخدرات. والموارد الموجهة لتحديد التكنولوجيا الملحة والعالمية. فاحنا كل الكلام ده كله احنا مش في عالم مغلق احنا عالم منفتح. برضو لما ننتكلم انا انهي تكنولوجيا هدخل فيها. ما نحاولش ندخل في حاجة مثلا حاجة يكون في جهة الماء او مؤسسة الماء خلاص او دولة الماء هي زي الصين مسلا ما بنجي نقول الصين هي دلوقتي تقريبا نمرة واحد في البي في سيلز والحاجات دي كلها. كويس ان انا ممكن احاول انا اصنع بي في في مصر واعمل الحاجات دي كلها عشان استيلاك المحل. لكن ما نفكرش ابدا ان احنا في يوم الايام هننافس الصين في في التصدير للعالم في في بي في. ده طبعا هيبقى حاجة مش مش منطقية. هنبص هنا على الجرافات اللي هي اللي انا هورالكو الازيزة ديت بتقول لي ايه? هنا الانيرجي فلو من المصدر الايه? للابليكيشن او للتطبيق. ففي عشرين واحد وعشرين كان مصادرنا الاساسية للطاقة اللي هي بتغزي العربيات والتراكس والترينز والبواخر والطيرات وي وي كل الكلام ده كله جاي معظمه من اللي فوق دول. اللي هو الاويل والفحم والغاز الطبيعي. تمام? الحاجات اللي تحت بقى اللي هي في عشرين واحد وعشرين ابتدت تبقى فيه موجودة. بس نسبتها ايه? ولايه? طبعا لو رجعنا كمان عشر سين ورا كنا نلاقي ان الكلام ده ولايل جدا جدا. تمام? فهنبص نلاقي الارتباطات وابتدى يزهر الهايدرجين يبتدى يزهر مش عارف الحاجات بالشكل ده في النص وابتدى تتكلم على والصناعة والمباني والزراعة. نبص بقى للامل في عشرين خمسين اللي احنا عايزين او الناس نفسها الصورة تبقى شكلها ايه? ادي الصورة اللي هم عايزينها في عشرين خمسين. ان الحاجات دي تبقى صغيرة جدا جدا. تمام? والحاجات دي يبتدي يتعمل لها تعظيمة. سواء كانت سولر هايدرو ويند نيوكلر. تمام? بايو والرينيوبل فيولز والحاجات دي. اللي هي برضو بتغزي نفس ايه? المصادر او الحاجات اللي هي مستهلكة على الجانب الاخر. نجي نقول بالنسبة للصناعات. هنلاقي مسلا ان انا ما بتكلم على صناعة البطاريات عشان مسلا على العربيات الالكتريك فيكلز. هنلاقي ان الصين اه ما شاء الله يعني الصين هي نمرة واحد في هذا المجال. بعدها اوروبا بعدها امريكا بعدها اليابان وكوريا بعدها طبعا الخط الرفيع اوي اوي دوت هو ايه بيت ايه انحاء العالم. طب الكلام ده بيغزي مين? بيغزي هنا المناطق اللي هي برضو الصين. بتغزي الصين او بتغزي اوروبا. او بتلاقي اني مسلا امريكا وهكذا. طيب بعد كده برضو في عندي اه بالنسبة للبي في. هنلاقي هنا صناعة البي في من والويفر والسيل والموديول والكلام ده كله. والصين. بتبتدي تدي للصين وبتدي الاوروبا وبتدي الاسيا وبتدي الامريكا. اه ده عالم عالم كبير يعني خلاص هم هم احتكروا السوق زي ما يقول. درجة انه هم اوصلوا ان البي في يعني تقريبا لحوالي عشر تامنوا على مدى خمسراشر سنة او عشرين سنة. اه برضو هنا تريد الويند انرجي. هدي برضو هنا البتاقة الرياح. اه برضو من الصين ومن اوروبا ومن اه من اه والملاد التانية. فابتدت ان احنا ممكن احنا نكون شوية هنا في الرياح. بس برضو مش منتجين تكنولوجي لا مستهدين. للتكنولوجيا. اه برضو عندي بقى هنا الهيت بومب ببتدت انها اه تظهر شوية. الصين بتدت تدخل في الموضوع بس في عندي برضو امريكا. وعندي اوروبا يعني داخلين في الموضوع ده. وهنا الصين بتدت برضو تدخل في بتاعي الهيت بومب كمصدر حراري بدل المصادر اللي هي موجودة. برضو هنا في عشرين خمسين السيناريو بتاع نفس الكلام اللي انا قلته من شوية. ان الفاصل فيه او الوقود الاحفوري ده هيبتدي يتلاشى ويبتدي يتقل مكانه. كل الحاجات دي طبعا ممكن تظهر حاجات جديدة جدا. هنا مش كانت موجودة النهاردة. هتبقى موجودة على الفترة اللي جاية لو احنا ابتدينا نفكر في تكنولوجيات حديثة. او متيرة الجديدة تهضمني في هذا المجال. انا عايز اختم بقى اه اتمنى طبعا انا ما كدش يعني اثقلت عليكم في المحاضرة لكن انا عايز اختم برسالتين. الرسالة الاولانية ان احنا عايزين اول حاجة ان انا عايز اوقف المنظومات اللي هي بتلوس البيئة. تاني حاجة عايز افكر في تكنولوجيات الجديدة. وان انا اشجع تطوير التكنولوجيات الجديدة. يعني انا في مصر نفسي كده اشوف دايما مسابقات مستمرة للابتكارات الحديثة في المجالات الطاقة. واستخدامات من استخدامات الحاجات المحلية. مش الحاجات العالمية. ولازم افكر او اكت رينيوبل. ان انا اتصرف بطريقة رينيوبل. طريقة متجددة طاقة متجددة. ان انا نعمل تعتمد على ولازم كل الكلام ده يكون في شغل مع بعض. ما ينفعش ايد الواحدة ما تسقفش. يعني الحكومة مع القطاع الخاص مع اللي هو الحاجات الهيئات المنظمات الغير حكومية مع الصناعة مع كل ده. لازم يتحدوا مع بعض على مستوى دولة او مستوى دول عشان تحقق الايه الهدف اللي احنا بنتكلم عليه. وده تحت كلمة start new clean renewable sustainable energy systems. الرسالة التانية او التوصيات اللي اتمنى اه يعني ان يعني يؤخذ بها اه على مستوى الدولة. ان احنا بقولوا التحول القادم مستخدمات الطاقة متجددة كبديل للوقود الافوري هي فرصة للاستثمار. يعني هي فعلا فرصة كبيرة جدا للاستثمار. شايفين احنا المليارات الدولارات اللي بتنفق على الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة. فاحنا عايزين نستثمر في هذا المجال ونخلق سماعات جديدة. فده مجال واعد. مجال كبير. مجال ضخم. عشان نعمل الكلام ده لازم نمتلك تكنولوجيا ونطورها. محلية لاستفادة لمصادر الطاقة المتجددة. ولازم نيجي نقول التنوع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة. ما اعتمدش على مصدر واحد. ومن المهم جدا جدا هو تشجيع الربط بين مراكز الابحاث ورجال الصناعة والمستثمرين. دي لازم تكون خطة الدولة. يعني الدولة تنجح يوم ما تلاقي ان الجامعات المصرية ومراكز الابحاث المصرية بتشغي برجال الصناعة والمستثمرين. مش ان المستثمر يجي يجيب تكنولوجيا من بره ويفنح مصنع وملوش علاقة خالص بمراكز الابحاث المهلية. طبعا احنا ما عمناش حاجة. يعني ممكن جدا في لحظة يمشي وياخدوا تكنولوجيا معها او يضمرها او تنتهي الموضوع على كده. واحنا نفضل نغلل زلموه. فدي محتاجات تسهيلات وعفاءات بغيبية. خلق مراكز تواصل بين مستثمرين ورجال الصناعة ومراكز الابحاث. عايزين قاعدة بيانات تشمل جميع الخطوة. عايزين نعرف مين بيعمل ايه? لاني دي مهمة جدا. يعني لما انا دخلت مسلا في الاكاديمية ودخلت بعض الحاجات. سؤالي دايما يا جماعة انتم عندوكم قاعدة بيانات. احنا عندنا دكاترة ما شاء الله عندهم افكار خرافية. عندنا قاعدة بيانات بهذا الكلام? لا مش موجود. طب هنشتغل ازاي? يعني احنا النهار ما نقول عايزين نعمل كزا. لازم نلجأ لفلان عشان يبقى يقدر يساعدنا في الكزا اللي احنا عزين نعمل. برضو منظوم براءة اختراع والابتكار في مصر عايزة اعادة نظر. لان ما ينفعش مسلا ان براءة اختراع تتاخد على مدى ثلاث سنين. يعني اقدم النهاردة واخد البراءة لو انا سوبرمان اخدها بعد سنتين ونص. النقاص بيبقى ثلاث سنين مسلا او حاجات زي كده. النقطة التانية وهي تشجيل استثمار في مجال الطاق. عايزين عادل التشريعات والقوانين. لسرعة البدء وضمان الاستمرار. يعني ابدأ يعني في حد عايز يستثمر في مجال الطاقة تعالى وابتدي في ظرف شهر شهرين. ابتدي ايه اشتغل في الشغل بتاعك في تأسيس الشركة او تأسير المصنع او او. اوفر له معلومات وبيانات وقرائق كافية للمستثمرين ورجال الصناعة عشان الراجل ما جيش يلوس. ادي له يعني ايه النصيحة. انت ممكن تعمل ايه في كزا عندك ايه المعلومات اه واضحة وموثقة. نوفر ضمانات كافية للاستثمار قويل الاجل وقصير الاجل. عايزين نفتح مجال لصغار الكبار المستثمرين. معتميتش على الكبار بس. ممكن صغار المستثمرين دول ممكن يعملوا اه حاجات كويسة جدا. على اساس ان انا بعمل فتنج بدخل كل واحد في مجاله وفي عندي خريطة استثمارية متكاملة. لازم نطرح مشاريع ذات عهد اتصادي. منظومة تمويل حق مرضود اتصادي المستثمر الدولة. فتح اسواق محلية وافريقية وعالمية لتسويق المنتج المحل. وكده اشكركم شكرا جزيلا واتمنى ان اكونش مضخل عليكم او اسقلت عليكم في المحاضرة دي. ولو حضراتكم بقى لو في اي حد يحب يسأل اهلا بي. انا يا دكتور عندي عندي كزا سؤال. اول سؤال يا دكتور حراكفر اول خلص قلت ان احنا مقالب النفايات عندنا تقريبا بنقدر ان هي حوالي مئة وعشرين مليون طن. اه موجودين هالدولف سنويا ولا هل ده تراكم سنويا. لا سنويا. تقريبا نعم. طيب لو لو حركت تشرح لنا بس بسرعة زي النيوكلير انا عارف الهاف لايف بتاع النيوكلير اكيد برضو المقالب النفايات لها برضو زي هاف لايف او حاجة لانه طبعا الميثين بيهرب منها. ده ما هو اه احنا عندنا لو انا خدت النفايات دي دي. وحولتها لطاقة يعني في صورة غاز. فبالتالي انا عملت. المصدر ده على طول سستينبل. اه. لان طول ما فيه بوبليشن انكريز في نفايات بتزيد. يبقى بالتالي انا معتاك طاقة اكتر قادر اوفرها من هذا الكلام. فبالتالي دي دي منزومة سستينبل سيستم. موجودة على طول. يعني ادي لك سنة غفورة. يعني هما تغلبوا على موضوع النفايات ما عندهمش الوقت ولا مقلب زبالة واحد. عندهم مقلب واحد للقاشز. اللي هما بعد ما بيحرقوا النفايات ديت ويستغرقوا منها الطاقة بيكون فيه اش بس هما عاملين خطة انه هما القاشز ديت يحولوها لمنتجات. لمنتجات. تمام. السؤال تانية دكتور. هل في عندنا دراسة في مصر معمولة بتقول ايه هو ما بين المصادر الطاقة المختلفة? آآ بص هو في محاولات لكن ما عندناش موديول نقدر نركز عليه ونقول احنا عندنا ان انا ادخل مثلا آآ الطاقة الشمسية مع طاقة الرياح مع كزا. بس في خرايط بتقول لك ازاي ان احنا من هنا اضر اطلع عيو من هنا اضر اطلع عيو من هنا اضر اطلع وبالتالي بتحفظ المستثمر ان هو ييجي مفروض ان هو يعرف بتاعة كل حاجة موجودة في البلد. تمام تمام. آآ السؤال التالت والاخير يا دكتور دلوقتي انا بشوف مسلا في امريكا وفي بعض الحيات في كندا وفي اوروبا السوق الطاقة نفسه مختلف عن انا احنا عندنا الدولة ومشاء الله بكل حاجة لكن هم عندهم مسلا آآ في ماركت ليه آآ في البترول. وفي عندهم ماركت تاني في عندهم ماركت تالت للهول سيل وماركت رابع مسلا للريتيل. نفس الكلام في سوق الكهرباء مسلا في ماركت ليه وماركت تاني وماركت تالت للريتيل. فهل احنا في مصر نقدر عندنا نعمل حاجة زي كده لان انا مش حاسس ان السوق هيبقى آآ او نقدر ان احنا فعلا نطبق كتير من كنان الحاجة بتقوله والدراسات والصناعة تخش غير لما يبقى السوق حر. صحيح. طبعا ده كلامك مزبوط مية في المية. وده يعني اعتقد هم كانوا بعض الوزراء بتناولوا هذه القصة بس احنا يعني لازم نعترف ان احنا يعني عدنا فترة طويلة جدا بمنزومات على الورق وما تنفز. فبنأمل في الخطة اللي جاية لان طبعا عشان انت تقول ان الدولة في عشرين آآ تلاتين هيبقى آآ جزء في الكهربا اتنين واربعين في المية منه. دي عايزة شغلة. عايزة شغلة حقيقي. مش كده مش على الورق. دي عايزة شغلة حقيقي ان احنا فعلا نبقى نقدر نطبق هذا الكلام. فدي نتمنى انها تتحقق الاسواق اللي حضرتك بتقول عليها دي اسواق مهمة جدا عشان ان انا آآ لنشر كل تخصص وجمع الناس اللي هما في هذا المجال ويبتدوا ان هما يعظموا الاستفادة آآ في المجال دي. شكرا جزيلا للحركة يا دكتور. شكرا. دكتور نبيل. اتفضل إفن. حضرك يا دكتور نبيل آآ. اهلا واستهلا واشكرك على هذه المحاضرة جميلة يعني فعلا. نستطيعنا جميعا وتعليلنا حاجات كتير. وانا الحقيقة عايزة يعني اقيم واثمن كثيرا اهتمامك بامتلاك التكنولوجيا ومش استهلاك التكنولوجيا. طبعا اني تفرق كتير جدا يعني. طبعا. وانت ركزت عليها كتير في المحاضرة ودي حاجة يعني انا سعيد بيها يعني. انا كان نفسي بس يعني ازود يعني ان كان لي يعني قضيف يعني. اه الاهتمام بحاجة انا بتاريت اهتمي بيها مؤخرا. وهي الويست انرجي. مش الويست. انت تكارين انت عامل اشي. نعم الويست انرجي. الويست انرجي فيه مصارع كتيرة جدا بترمي في الجو. اه غريبا ما بتبقى لوجرد هيت. غريبا. اه بيترمي. طيب ماشي. يعني اه دي دي طبعا انت عارف ان الانرجي كنتنت اللي فيها ماشي عالي. اوي لو جيت حزابة الاجزيرجي على ايها قليلة صحيح. بس ايه هي في الاول وفي الاخر تمانها صف. يعني دي انا حاجة برميها. يعني ما ما تكربنيش حالة. في اما مصانع بتطلع حرارة كده. اما محطات كهرباء بتطلع حرارة طبعا لازم في الكندنسورس. اما يمكن حاجة تانية من غير كونسنتريتوس. حاجة ما لهاش اي ثمن. دي مصورة مدهونة اسود. يعني ما فيش اي ثمن خالص. لكن بتديني طيب معه يعني برضو ايه يعني كان ممكن يعني تبقى دي. انا معرفش حتى حجمها يمثل عن دي. محليا وعالميا. لكن انا حاسس انها يعني كتيرة قوي. وممكن تطلع حاجة في الاخر. وفي بعض التطبيقات اللي هي بتستخدم يعني محتاجة لهذا. مش محتاجة اكتر من كده. محتاجة لدرجة حرارة خمسين ستين درجة. هتقدر تشتغل. فدي بس كنت عايز اضيفة ضمن المصادر الطاقة اللي احنا ممكن يعني اه تقلل من اعتمادنا على الخدرة السورية. انما مع هذا انا طبعا حزك يعني تقريبا كنت شامل وقلت حاجات كتيرة جدا يعني اه تقريبا عن اشكال الطاقة الجديدة او المتجددة اللي احنا ممكن اه 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 يمكن كان عندي سؤال صحيح انا مكنتش عارفه يعني. حكاية اه اه كلين وجرين ورينيوبول. انا اه ياريت حالتك تدينا يعني. يعني انت ممكن جدا يكون في عندك حاجة لكن ما هياش اه يعني ما هياش كلين او ما هياش بتدي يعني 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 مسلا ممكن الانسنريتور تمام? لما انت بستخدم الانسنريتور عشان يدي لك طاقة واخد بالحضرك فانت بتطلع بعض الملوسات. فده تعتبر رينيوبول لكن ما هياش كلين. نعم. اخد بالحضرك. ونفس الكلام ممكن تلاقي الجرين ممكن تشمل فيها جزء اه رينيوبول او جزء كلين وهكذا. يعني هي فيه كده جداول بتحط الايه الترمينولوجز ديت عشان لما الواحد يبقى بيقول انا عايز اه جرين كلين رينيوبول. اللي هو الجزء اللي نوريته لحضرك في النص اللي هو بيشمل التلاتة مع بعض. اه. واولا انا بشكر حضرك جدا على المعلومة برضو لحضرك ادفتها لان هي دي فعلا على فكرة دي نقطة مهمة جدا. وشركات عالمية دلوقتي بتتكلم على الانرجي سيفنج. والويست انرجي انها تقدر ازاي تعملها ريكاوري. وده الشغل كبير لان انت لما بتتكلم سيادتك على الفاتورة الكهرباء في اي مصنع ممكن توصل مثلا خمسة مليون جنيه في السنة او عشرة مليون جنيه في السنة. تمام? طب لو انا ابتديت افكر في الحاجات اللي بيحصل لها ويست لو قلنا عشرة في المية منها بس. يبقى معنى كده ان انا وفرت العشرة في المية من عشين مليونة بنيكلم على اتنين مليون جنيه. رقم مش قليل. وحاجات كتير جدا كده يعني بتلاقي حضرتك الناس ما بتهتمش مسلا يسيبوا اه محبس مفتوح او غازات طالعة على درجة حرارة عالية او اه ماية سخنة بتتريمي كده وما بتستخدمش كل الكلام ده كله لو بس خدت منه عشرة خمسة في المية عشين في المية لا انا باخد عائد اقتصادي رهيب. شكرا يا دكتور. شكرا يا فانزم ربني خليك. لو في اي اسئلة تانية حضراتك وانا تحت امرك. طيب احنا طبعا الجماعة المصرية بتشكركم مرة تانية على خضور حضراتك الكريم. وانا اتمنى ان حضراتك تكون استفدتوا من من الندوة وفي نفس الوقت بازن الله انا هعمل للينك بتاع المحاضرة ديت. وده حضراتكم مفتوح ان اه يعني اي حد عايز يبعتها الزميل صديق لاي حد ممكن ان هو يبعتها. مفيش اي عليها ان شاء الله. شكرا جزيلا.